مفاوضات مع ألمانيا لمنع حظر تسليح أوكرانيا مبعوثة أمريكية خاصة في كييف ثم في موسكو وقطر تساهم بأعمال التحديث في أوكرانيا هنا أوكرانيا وهذه نشرة الأخبار أهلا بكم لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات حول أوكرانيا دون مشاركتها فيها صرحت بذلك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد أثناء وجودها في كييف وعشية زيارتها لموسكو وقالت إن الولايات المتحدة تعمل بشكل حثيث مع أوكرانيا وروسيا لإيجاد حل سلمي للصراع وأضافت أن البيت الأبيض سيتخذ إجراءات سيكون لها عواقب وخيمة على الكريملين في حال رفضه الحوار وارتكاب أعمال عدائية جديدة ضد أوكرانيا هدفنا هو دعم أوكرانيا في الوقت الذي نعمل فيه على تهديئة التوترات الناجمة عن حجر القوات الروسية مثل ما قال الرئيس بايدن وفعل بلينكين نريد التأكد من عدم اتخاذ قرارات أو إجراء أي مباحثات حول أوكرانيا دون مشاركتها فكرة أننا سنضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات في المفاوضات والحوار مع روسيا هي محض كذب ويجب التعامل معها على هذا الأساس الحقيقة هي أن موقفنا موحد مع أوكرانيا وحلفائنا في النيتو وشركائنا في جميع أنحاء العالم في جهودنا لحل النزاع دبلوماسيا وتحقيق تهديئة للأوضاع الخطيرة في غضون ذلك وصف البيت الأبيض محادثات كارين دونفريت في أوكرانيا وروسيا وزياراتها اللاحقة لبروكسيل بالإيجابية وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيمب ساكي إن الجهود الأمريكية تركز على النهج الدبلوماسي لتهديئة التوتري في المنطقة زيارتها لموسكو هي من أجل لقاء القادة الروس والتعبير عن مخاوفنا بشأن حشود القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا وكذلك التحدث مباشرة إلى كبار المسؤولين الروس والتأكيد على التزامنا بتسوية الوضع في شرق أوكرانيا هذه إشارة جيدة على أن القنوات الدبلوماسية تعمل والمناقشات مستمرة بما في ذلك مع القادة والمسؤولين الروس والأوكرانيين والشركاء الأوروبيين قال وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبا إن أوكرانيا تصر على شراء أسلحة في إطار برنامج تعاونها مع الناتو وأضاف أن مفاوضات نشطة تجري الآن بهذا الصدد مع ألمانيا التي عارضت في السابق تسلح أوكرانيا وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي اتهم ألمانيا بمنع الأسلحة الدفاعية عن بلاده وقال في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن برلين منعت كييف مؤخرا من الحصول على شحنات بنادق مضادة للطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للقناصة في إطار تعاونها مع حلف الشمال الأطلسي وهي أسلحة دفاعية بحتة وزير الخارجي الأوكراني أعاد إثارة هذه المسألة مجددا خلال محادثة أجراها مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك لقد عملنا على تمكين أوكرانيا من الوصول إلى نظام المشترات الدفاعية لحلف الناتو وهذه المشكلة قد حلت هذا يعني أن وزارة الدفاع الأوكرانية يمكنها الشراء مباشرة عبر هذه الأنظمة على غرار نظام برازورو الأوكراني ويمكنها الآن شراء أسلحة أو معدات عسكرية من الحلفاء لكن عمليات الشراء هذه لا تجري تلقائيا فهي تحتاج إلى موافقة سياسية بحثت مع آنا بيربوك هذه المسألة وكنا متفقين أن المفاوضات الدميلمسية كفيلة بإيجاد الحلول لأي مشكلة وصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إلى بروكسيل اليوم في زيارة تستغرق يومين لحضور قمة الشراكة الشرقية من المقرر أن يعقد رئيس الدولة خلال زيارة اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشركة من بينهما الرئيس الفرنسي إمينويل ماكرون والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس كما تتضمن زيارة إجراء محادثات مع قيادة الاتحاد الأوروبي والأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم قالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد روسيا إذا جددت عدوانها على أوكرانيا وفادت أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج في روسيا ردنا على أي عدوان جديد يمكن أن يتخذ شكلا حاسما لصالح تعزيز وتوسيع العقوبات القائمة وبالطبع نحن مستعدون لاتخاذ تدابير إضافية غير مسبوقة لها عواقب وخيمة على روسيا لكن قبلا من ذلك أنا أدعو روسيا إلى وقف التصعيد واستخدام القنوات الدبلوماسية والوفاء بالتزاماتها الدولية لأن علينا حل النزاعات سلميا شاركت وحدات من سلاح الهندسة والمدفعية في مناورات عسكرية أجراها الجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم المحتلة أمس شملت التدريبات التي تقام بشكل منتظم أسبوعيا محاكاة لصد مدرعات العدو وزرع الألغام في أرض اشتباك مفتوحة التدريبات التي أجراها الجيش الأوكراني بالقرب من الحدود الإدارية مع شبه جزيرة القرم المحتلة تحكي صد محاولة اختراق لمدرعات العدو في منطقة مكشوفة يصعب الاحتماء فيها نجهز الألغام لنتأكد من استعدادها ثم نزرعها في مساحات أو مسارات محددة عملوا خبراء المتفجرات مهم وخطير للغاية فعلينا تقع مسؤولية حماية الجنود من خلفنا وطمأنتهم أن العدو لن يمر أبدا مهمتنا الرئيسة هي تدمير العربات المدرع والدبابات هذا السلاح يعتبر بمنزلة بندقية قنص يصيب الأهداف بدقة عالية مزود بمنظار للتسديد من مواقع مغلقة ونحتاج فقط لحساب سمت الرمي بمساعدته والتلقيم ثم إطلاق النار التدريبات العسكرية من شأنها رفع كفاءات وجاهزية الجنود والطلبات إلى جانب تطوير التنسيق بين مختلف القيادات والوحدات العسكرية في غضون دقائق احتلت القوات مواقع قتالية ونشرت المدافع وبدأ العناصر بزرع سياج من الألغام كان الأمر صعبا لكن الجنود عملوا بشكل طبيعي وبهدوء وثقة وفي ظروف القتال سيعملون بنفس النشاط أو قيادة العسكرية الأوكرانية أكدت أن التمارين التي تجري على الحدود الجنوبية لأوكرانيا تقام أسبوعيا بشكل منطبا أقر أليكساندر لوكاشينكو التعديلات على القانون الجنائي في بلاروس تقضي بسجن من يطالب بفرض عقوبات ضد ميسك وفقا للتعديلات فإن المخالفين سيواجهون عقوبات تصل إلى السجن ست سنوات في حال إطلاق دعوات داخل المجتمع البلاروسي وقد تصل إلى عشر سنوات بحق النشطاء الذين يواجهون دعوات إلى الحكومات والمنظمات الأجنبية كما تقضي التعديلات بسجن المسؤولين الحكوميين في الدولة لاثنى عشر عاما في حال أدرجت المؤسسات التي يديرونها في قوائم العقوبات الدولية تتبين الأراء بشدة داخل المجتمع كما يختلف الناس في تقييم هذه التعديلات التي أقرها لوكاشينكا بعد الاحتجاجات المعروفة وبعد العقوبات حدثت أمور مروعة هناك من يرغب بسقوط بلاروس فهي باتت تعتمد بشكل كامل على موسكو ويخضع قطاع كامل من اقتصادها لسيطرة روسيا اندلع حريق هائل في مركز التجار العالمي في حي كوزواي باي في هونغ كونغ وحاصرت النيران أكثر من 350 شخصا في المبنى لجأ العديد منهم إلى سطح المبنى المكون من 38 طابقا بانتظار رجال الإنقاذ وأفادت شرطة هونغ كونغ إن النيرانا دلعت في مخزن المعدات في قوب بناء مركز التجارة وامتدت في واجهة المبنى الذي غطته أعمدة البامبو المستخدمة في تركب السقالات تشير المعطيات الأولية إلى إصابة 13 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات وإجلاء قرابة 165 من المبنى حتى الساعة في حين بقي نحو 100 آخرين عالقين على منصة مفتوحة بالقرب من الطابق الخامس وذلت 150 آخرين في منطقة السطح أعلن مدير ديوان الرئاسة الأوكرانية أندرير ماك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة استثمار قطرية بهدف تطوير وتحديث العديد من المرافق في أوكرانيا لسيما فندق أوكرايين في وسط العاصمة وجامعة الضيافة وضاف أن المذكرة تنص على تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال السياحة وتبادل الخبرات في تطوير الأعمال الفندقية ما سيؤدي إلى ارتقاء القطاع السياحي في أوكرانيا إلى مستويات جديدة ستساعدنا مثل هذه المشاريع أيضا على جذب المستثمرين لأن الأسئلة التي يطرحها المستثمر عادة تتعلق بعدد السائحين ومسائل العرض والطلب داخل الدولة هذه المشاريع في مجملها تشمل تطوير البنية التحتية والتعليم والتسويق وهي بالضبط الأمور التي ستساعد أوكرانيا كي تصبح الوجهة السياحية الرائدة في المنطقة وتضمن لها نموا اقتصاديا والآن إلى ذاكرة الأيام وأهم الأحداث العالمية التي وقعت في مثل هذا اليوم الخامس عشر من ديسمبر في 1809 أجبر نابليون الأول مجلس الشيوخ الفرنسي على إصدار مرسوم خاص يجيز طلاقه من زوجته جوزيفين دي بوغارني في 1905 أسس في سان بيتربورغ الروسية بيت بوشكن للحفاظ على التراث الثقافي للشاعر الروسي الكبير أليكساندر بوشكن في 1939 ظهر العرض الأول لفيلم Gun with the Wind ذهب مع الريح للمخرج فيكتور فليمينغ عن رواية مارغريت ميتشل في 1941 أبادت القوات النازية ما يزيد عن 15 ألف يهودي في دروبيتسكيار جنوب شرق مدينة خاركف في أوكرانيا في 1945 أمر الجنرال دوغلس مكارثر بإلغاء صفة ديانة الشينت الرسمية في اليابان أثناء الاحتلال في 1952 أجريت أول جراحة لتغيير جنس إنسان في العالم وكانت للدنماركي جورج يوغارسن والذي تحول إلى كريستين يوغارسن في 1955 تأسيس الجامعة الليبية في بنغازي لتكون أول جامعة في ليبيا في 1963 منح حارس دينامو كييف السوفيتي ليبيا شين الكرة الذهبية ولقب أفضل لعب كرة قدم في أوروبا في 1991 غرقت عبارة سالم إكسبريس المصرية في البحر الأحمر بعد اصطدامها بحقل شعاب مرجانية ما أسفر عن غرق أكثر من 450 شخصا في 1993 أصدر رئيس وزراء المملكة المتحدة جون ميجر ورئيس وزراء أيرلندا الشمالية ألبرت رينولد ما عرف باسم إعلان داونينج ستريت الذي يعترف بحق سكان أيرلندا الشمالية في تقرير المصير في عام 2000 بدأ تحرك جبهة المعارضة المسمات أوكرانيا بدون كوتشما للمطالبة بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفي المعارض جورجي جوغناتزي وتورط الرئيس الأوكراني ليونيت كوتشما في 2005 عدلت لاتفيا دستورها لحذف احتمال أن يصبح من حق الأزواج من نفس الجنس أن يتزوجوا وحتى الآن يحضر دستور لاتفيا لاعتراف بزواج المثليين في 2015 أعلن تشكيل التحالف العربي العسكري بقيادة المملكة السعودية بهدف مواجهة الإرهاب وكان على إثر اندلاع الصراع العسكري في اليمن في 2018 أعلن مجلس التوحيد المجتمع في كاتدرائية القديسة الصوفيا في كييف قيام الكنيسة الأرثوذكسية المحلية المستقلة في أوكرانيا من موليد هذا اليوم في عام 37 نيرون الإمبراطور الروماني آخر أسرة يوليوس كلاوديوس والمعروف بالاستبداد والتعسف والعربدة وقتل والدته واضطهاد المسيحيين وإحراق روما في 1832 جوستاف أليكساندر إيفل مهندس مدني فرنسي متخصص في تصميم الهياكل الفولاذية وأشهرها برجو إيفل نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يو اي تي في شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر